نؤيد العملية التي أطلقها التحالف العربي بالأمس وهي عملية استعادة اليمن السعيد العملية التي أتت بعد العمليات الأولى ويعادة الأمل وعاصفة الحزم ونتمنى أن تكون هذه العملية هي عملية استعادة وتحرير كافة محافظات المهورية اليمنية التي تخضع لسيطرات الميليشيات الكهنوتية الحوثية وإن شاء الله تكون هذه العملية عملية إنهاء قذري للميليشيات وإعادة الأمن والسلام للمواطن اليمني نشكر تحالف دعم الشرعية إلى الوقوف المستمر مع أخوانهم في تحرير اليمن السعيد ونؤيد عملية تحالف دعم الشرعية وهذا يتزامن مع الانتصارات التي يقدمها أبطال الجيش في تعز وشبوة ومارب وفي الساحل ونتمنى المزيد من الدعم والإخلاص في تحرير اليمن السعيد نحن كمواطنون في الجمهورية اليمنية نستبشر خيراً في بداية 2022 في إطلاق التحالف عمليات تحرير اليمن السعيد وهي تتويق للمرحلتين السابقتين على صفات الأمل وعاصفات الحزم نستبشر خيراً بتحرير حريب وبيحان ونتمنى تحرير جميع المناطق من الميليشيات الحوثية نستبشر خيراً بإعلان التحالف دمج قوات العمالقة بالجيش الوطني نأمل كذلك بقية القوات كقوات طارق صالح واللويات الحدود أن تضم تحت راية الجيش الوطني ويكون عام 2022 عام توحيد لكل القوى المدنية والعسكرية لمكافحة هذا الإنقلاب الغاشم مع إطلالة العام الميلادي الجديد 2022 ومع تحرير محافظة شبوة من قبل الجيش الوطني والعمالقة ومسنوداً بالمقاومة الشعبية أطلق التحالف العربي تحرير اليمن السعيد من قبضة الكهانوت من قبضة المجرمين الحوثة السلالية الذين مدعومين إيرانياً هؤلاء الفورس الذين قتلوا كل جميل في الشعب اليمني ونشكر التحالف على إطلاقة تحرير اليمن السعيد من هؤلاء الروافض وذلك استكمالاً لعملية السابقة مثل عاصفة الحازم وعاصفة الأمل ونتمنى من كل قلوبنا تحرير الشعب اليمني الذي يعاني منذ سبع سنوات من هذه العصابة المارقة الإنقلابية التي قضت على كل جميل في هذا الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر